السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا بناتي? يورب تكونوا خيروا في افضل حال. النهاردة ان شاء الله هعمل معكم وصفة. الوصفة دي جديدة. يمكن انتو هتستعراب لها شوية. بس ان شاء الله هتجيب معاك نتيجة ممتازة. ازاي? هقول لك الوصفة اللي احنا هنعملها النهاردة دي ده مبدئيا كده بديل ربط المعدة. الناس دي بتعمل ربط المعدة عشان ما تقولش كتير او تقلل من الاكل بتاعها شوية? لأ. احنا هنعمل بديل ربط المعدة كده قادرة اقول لك كده ببلاش. وانت قاعدة في قلب بيتك. مش هنقول بقى ان الطعم مر ولا لها مزازة ولا الكلام ده كله. لأ. الطعم الطاعة ببقى كويس جدا. مقبول. ان شاء الله لو انت شفتيها او جربتيها من اول يوم مش هتبطل ان انت تعملين. وصفتنا ده جماعة ده ان شاء الله هتخلي. بطن عندك مسطحة. مفيش بقى لا كرش. مفيش اجناب. مفيش ارداف. مفيش تمام? فاحنا ان شاء الله جايبا لكم وصفة اقدر اقول لك الوصفة دي اعتبر جبارة. من الاخر كده ده هتنسف معاك الدهون وهتنزل معاك الوزن بطريقة سريعة جدا. انا عملتها لكم النهاردة ده يا جماعة يعني على حسب ما شفت الناس اللي استعملت الوصفة ديت او استعملت الخلطة ديت. ده فعلا جابت معهم نتيجة ممتازة. علشان كده انا قلت اطلع اعملها لكم على اساس ان الناس كلتا تستفد منها. ودي بازن الله من اول اسبوع هيبان معاك الفان. تمام? عايزك كده توزيني نفسك. قبل ما تاخدق الكوبية ديت. وبعد اسبوع او عشرة يام بالزبط عايزك توزيني نفسك تاني. تمام? تعالوا كده بنات بقى انسان من الله ونضغط كلاتنا لايك للفيديو. عايزك بكل البنات اللي بتشوف الفيديو ديت تحطوا لايك. علشان تشجعوني. علشان ان شاء الله اتواصل معاكم في فيديوهات تانية كتير جاية. وان شاء الله تشيروه علشان الناس كتير تستفد منو. واللي شيروه. اكتب لي تم. تعالوا بقى كده نحش الفيديو ونشوف الوصفة بتاعاتنا النهاردة عبارة عن ايه? ده يا جماعة اول مكون في الوصفة بتاعتي. طبعا كلوك هتستغربهم. ده الزبيب. تمام? او العينة بالمجفف. عشان الناس اللي مش عارفة عن الزبيب في دول تانية. ده يا جماعة عينة بمجفف. تمام? احنا عندنا بنقول عليه الزبيب. بنجيب الزبيب دوت انت بتجبين اي سوبر ماركت او من اي بقالة من اي عطار موجود ومتوفر عنده. تمام? بنجيب كمية كده وبنحطها في التلاجة وبنستعمل منها وقت اللزوم. وده كميعين ممكن في ناس كتير ممكن انها تعملها في بيتها وبنتها سهل. از بيبدا يا جماعة? اي حد ممكن يعمل. بتعمل كمية منه وبتحطها عندك في التلاجة ووقت الاستعمال بتلاقيه. تمام? تعالوا بقى كده نشوف الوصف بتاعتنا النهاردة هنحضرها ازاي? معا كوباية مية دافية زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. فانا دلوقت هاخد معلقة كبيرة كدهوت من الزبيب معلقة واحدة بس. طبعا الزبيب بتاعنا قبل ما بنحطه بنكون غسلينه كويس جدا. وقبل ما نستعملو في الوصفة لانه طبعا احنا هنشربه. هنعمله مشروبه هنشربه. فبنحط ملو معلقة كبيرة زي ما انتم شايفين كده في كوباية المية الدافية وببط عليه. بعد كده بنعمل اي بسيبها ليلة كاملة يعني انا بعمل المشروب دوت على بياد. بس بكوباية ديت بمعلقة زي ما عندك في المطبخ. تاني يوم بصبح اعمل الوصفة بتاعتي. تعالوا بقى كده شوفوا انا كنت عاملها كوباية هيت. ده يا جماعة اللي انا كنت عاملها على بياد. شايفين بقى زي بقى زي بقى عامل ازاي? انتفخ خبصت لقى انتفخ وبقى بالشكل ده كده. حطى المية كمان انا مش هرميه. يعني انا مش هرمي المية بتاعته. هستعملها. شايفين بقى اعمل ازاي? تحس ان الحباية كده ابقابت كده وانتفخت. اجيبلكو بس عشان تشوفوه يبقى واضح معاكم اكتر. الحجم بتاعته بس تلاقيها ضعفت. حجمه بتاعه. زي ما انتشايفين كده. طيب دلوقتي انا هعمل ايه? هناخد الكوباية دي بحلقة كده بالزبيب بحلقة. وهنحطه في الخلق. في ناس كتير اه عندها معتقد خاطئ اللي هو ان الزبيب اه ممكن يتخن او في سقريات او الكلام ده كلاته لا يا جماعة بالعكس. لو انت دخلت كده عملت سيرش عن فوات الزبيب للتخسيس هتبص تلاقي له فوائد كويسة جدا وله فوائد رهيبة. ازاي ان هو اول حاجة بيعملها معنا الزبيب في الوصفة بتاعتنا ان هو بيحسسك بالشبع. يعني بتحس ان بطنك مليانة. بيحسسك بالامتلاء او بالشبع. تمام? فبالتالي ان انت ما بتكلش كميات كبيرة وخلي باركو. انا هستعمل الوصفة دي مع بزور تانية كماني. البزور التانية دي لو انت استعملتها مع الوصفة دي هتنسف معاك الوزن بطريقة مش عارف اقول لك بقى النص ولا عايز اقول لك ايه. مش عايز اقول لك ان انت هتنزل فعلا النص. تمام? هينزل معك دون وهينزل معك وزن. طيب تعالوا بقى نتعرف عن المكون التاني قبل ما اقول لكم احنا هنعمل ايه في الكوبة دي. ده كده يا جماعة دي حاجة اسمها بزور الشيء. اللي انت شايفينها قدامك دي دي برضو بتيجي من عند العطار. دي اتخلي بالك. ولو احنا حطانا معلقة بس منها في نص كوبة مية بتبص تلاقي الاحجام بتاعيتها اول حجم بتاعها بيتضعف معك. بيبقى عامل زي الجيلاتين كده. دي يا جماعة بيبقى الشكل بتاعها هوت بتبقى بزور بضع على صمرة. بالشكل ده كده. علشان لو انت جي بتاع من عند العطار تبقى انت عارفة شكلها. تمام? طيب انا هعمل قدي الوقت بالبزور ديت او هنستعملها ازاي? هقول لكم. ده كده يا جماعة بناخد معلقة صغيرة زي ما انتو شايفين كده من بزور الشيء على نص كوبية مية او ربع كوبية مية بالكتير. تمام? بنعمل ايه? بنقوم حطانها زي ما انا اقول لكم هنا انا كنت عاملة كمية برضو ومجهزة. شايفين شكلها بيبقى عامل ازاي? دي يعني ملو معلقة صغيرة كده زي اللي انو وردها لكم. على ربع كوبية مية او نص كوبية مية صغيرة على حسب ما انت تحب. بتبقى عاملة زي الجيلاتين كده بالزبط. يعني مسافة ما تنقعها بس كده حوالي عشر دقايق. بتبقى شكلها بالشكل اللي انتو شايفينه دوت. هوره لكم هور. بتبقى القوم بتاعها متماسك كده. يعني شفت المربة بتبقى عاملة زي المربة كده بالزبط. اهي? عشان بس تبقى معكم كده قدام الكاميرا. شايفين بتبقى عاملة زي? ده جماعة زي ما انتو شايفينها كده ده بتنزل تنفيش في المعدة. يعني بتملق المعدة بتاعتك. فبالتالي بتحسك بالشبع. كمان بتنزل معاك الدهون وبتنزل معاك كمان الوزن ازاي? شايفين بتبقى عاملة ازاي? طيب احنا دلوقت هنعمل به ايه? تعالوا بقى قولكم هنعمل ايه دلوقت? ده كده انا هاخد الكوبية اللي في الزباب المنقوع زي ما انتو شايفين كده وهنحطه في الخطوة. هنغط برضو بزور الشيء اهيت. اند انا عدتها كده حوالي عشر دقيق. على ما فانشت كده في الطبق اللي انا عملت فيه بالشكل ده كده وهنقوم برضو حاطينه. تمام? على الاساس ان هو هيبقى طعمه كويس جدا واحنا بنشاوه. مش هنحس بقى لب مرارة ولا نحس بحاجة لا. طعمه ببقى كويس جدا وتعمه ببقى مقبول. طيب بعد كده معايا ايه? معايا زي ما انتو شايفين كده جماعة اللمونة. اللمونة واحدة بس لانا هستخدمها النهاردة في الوصفة بتاعتي. هنقطعها ترنشاط او قطع على حسب ما انت عايز. واخدها باشرها بحالة. هنشيلي يا دوبك بس منها البز. واخدها باشرها بحالة. هقطعها كدهوت. وهحطها المكونين اللي نحططوه. ده كده اللمون انا قطعته اربعة تربعة كدهوت زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. وهنمسك بقى المكونين ده كلتها هنضربها في الخلاط ونرجع لجدية. ده كده يا جماعة فرمناها هياة سي ما انتم شايفين. رمناها طبعا. آآ بعد كده هنعمل ايه بقى? هنعمل ايه? ما تصفيها. آآ طبعا بقى لو انت حابة نأخدها كده وتعرف تأخدها كده عادي. ما فيش مشكلة. بس انه ايوم ان انا اصفي على اسس انه انه انا باشرابها ما يبقاش فيه طفل بقى ولا فيه حاجة دقيقة انه انا باشرابها. اشربها على طول اكل مع عصير كده. تمام? طبعا يا لازم تسد المصر شوية علشان فيها لمون وكده. آآ احنا ايه يعني هنعمل شوية بشوية. دي كده قوت. بنروحها خالص علشان اللمون وبزرشية اصلا ببقى لها برضو يعني اما بنجي نفرومها ولا حاجة ببقى لها يعني تبقى عامة زي التفلة كده. بس الاحسن ان انت برضو بتصفيه على اسس ان هي ما تقش وانت بتشربي. ده كده انا مع الكوباة بتاعتي جازت معيها زي ما انت شايفي. حابين انت بقى انا عملت معاك كوباة وعملت معاك المقدار. حابين تضعفوا الكمية ضعفوا. ليه بقى لان الكوباة ديت هيتتتاخد ثلاث مرات في اليوم. قبل كل واجبة بنص ساعة بنقوم عاملون كوباة زي ديت وشربين. على فكرة الكوباة دي طعمها كويس جدا جدا. مفيش فيها اي طعم مرارة مفيش فيها اي حاجة. طعمها طعم لمون بس. يعني احنا على طول بنشرب اللمون شاء طبيعي. وخصوصا كمان اللمون اللي بتعمل بقشره. ده بقى له فوايد رهيبة جدا بالزاد لو انت عمكتب القشر بتاعه. وده ده بقى راحتك انت. حابة ان انت تتقشر القشر اللمون مفيش مشكلة. علشان ما يعملش مرارة مفيش اي مشكلة. يعني ده حاجة ترجع لك انت. بس الاهم حاجة وده الصحي ان انت بتفرومه بالقشر بتاعه بحاجة. تمام? اه هقولك على حاجة برضو. لو انت حابة ان انت تحليها بمعلاقة عسل نحت. ما فيش اي مشكلة خالص. على اساس الان طعم الطعب بيكون يعني حلو معك ومستحب وانت بتشربها. كوباية ديت لو انت بقى عملتها تلات مرات في اليوم قبل كل وجبة. سدقيني ده يبقى بديل ابلكس او بديل ربط المعدة الكلام ده كلك. لا لان الكوباية ديت بتنزل في المعدة. بتنفش معاك المعدة. بتنزل كل الدهون والسموم اللي في الجسم. هتنزل معاك وزن. وهتنزل معاك دهون. مش هتلاقي. اسبوع واحد بس. هتتخلصك من الجوانب. من الكرش. من الارداف. من اي تراهولات في الجسم. ان شاء الله هتجيب معاك نتيجة من اول اسبوع. انا بقول لكم يا جماعة اخدها قبل كل وجبة بنص ساعة. لقينا طبعا. اه الوصفة ديها ده بتنزل المعدة بتنفش في المعدة. يعني بتحسسك بالشبع. ما بتخليكش نمت تاكل كتير. واحدة واحدة هتبص تلاقي معدتك. بدأت نهاية الكش شوية. يعني ما انتش بقى معدتك بتتقبل كميات كتير زي الاول. مع انتش شراها على الاكل. الكلام ده كلته. مش هتحسسك كمان بجوع. يعني لو انت قبل كل وجبة كده. شربت الكوباي زي ديت. هتيجي تاكلها. تحس نفسك مزودة عن الاكل. مش بتاكل كتير. تمام? ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى يارب يكون عجبكم. ما تنسوش اضغطوا لايك وشير للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.